في موازاة ذلك ومحتدام القتال واستمرار الحرب في الأراضي الفلسطينية تعيش المدينة المقدسة وغزة هذه الأيام أجواء قاتمة يخيم الحزن فيها على احتفالات عيد الفصح المجيد كما تقيم الطائفة الكاثوليكية في قطاع غزة القدديسة والصلوات وسط هذه الأجواء المفزعة وكذلك الحال مع كافة مسيحي غزة وقد أقامت كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة احتفال عيد الفصح في ظل المعارك الدائرة في القطاع وقد تجمع حوالي مئة مؤمنا في ذات الكنيسة على ضوء الشموع لإحياء ذكرى قيامة يسوع من بين الأموات حيث أن الكنيسة تقع على مسافة قصيرة من مجمع الشفاء الطبي الذي دار حوله قتال عنيف بين الطرفين المتصارعين استمر لنحو أسبوعين وكذلك في القص حيث كانت الأجواء في المدينة كئبة بالقدر نفسه في غزة